قمتوني شبية أنا وعاليا وحسنين قلوا له لبصراء قلوا له مخابرة واحد مشعوذ سوري قايلت لسويه لسحر لحجة بصراء وش تريد أنطيك بس يكون مضبوط والله بصراء أنا قل لك يا مالكي أنا هيا تعدي متصطة عليه واحد سوري وقايلت حتى فهم الناس هذا الفيديو أنا حتشيت وقلت أنه عاليا نصيف عدها بنزين خانات وعدها قبل همين وأكثر من فيديو قلت عاليا نصيف عدها بنزين خانات وشريكة ويا بيت الزقم وماكو بنزين خانات ودنيا هي حتى وياها مواحد بعدين أقول لكم من هو المهم هي وبيت الزقم وقلت ميزانيتها وطلع حسنيين الخفاجي أيدني قال أنه ميزانية عاليا نصيف موظفة الضريبة ميزانيتها خمسمائة مليون دولار خمسمائة مليون دولار رح أشوفك الصدمة باعتراف من عاليا أنا ما أحكي لك شي بدون دليل باعتراف من عاليا نصيف أنه هي شريكة بيت الزقم مثل ما أنا قلت طيني الفيديو اللي ورا اسمح أريد فد لقائي يصير ويا بمصطح الزقم شوش هون رتبة وخلي هو هو يحكي هو يقول نايمين ساعدتهم طلعت لهم محطات يبربعون بيها واني ماكلة اسمعت كلامي صحي طلع لوت شذب عيد الفيديو من البداية تقول طلعت لهم محطات يحلمون بيها كلامي صحي لا تدكى من شنت أقول لكم بالدليل أنه عاليا نصيف شريكة بيت الزقم بالبنزين خانات وهذا تعترف بلسانها وهذا صوتها لا غباء اصطناعي ولا ضغط اصطناعي تمام شون شون تقصد بالضغط اصطناع فسوشان صوت صار الضغط اصطناعي يلا كمبل شغل أريد فد لقائي يصير ويا مصطح الزقام شون رتبة وخلي هو يحكي هو يقول نايمين ساعدتهم طلعت لهم محطات يبربعون بيها واني ماكلتها حاول رتب ويا هم انقاطعتهماني قلت لك هاي الانتخابات الفاتت راحوا انتخبوا على التميم وعفوا سنسلياني ها وشئكي حمره من وراهم زيان واني ما مستفادة من عدهم ولا فد يوم ولا فد يوم حتى حاجشين احكاية مالواد الله يراد ان بيت الزقام حشا كنت اللي اللي يخافون عود يخافون عن نفسهم من العين اعلان مثلا او تعليقات تيجي تقول هاي شنو شون قالوا مالعالي نصيف طلعت الحقيقة هاي شو موضوع هاي اعلا بالماذا لكن وقفي تعي مما الفرارات انت protonsنج جلت واني قايلها الف مرة انت شريكة بيت الزقام بالبانزينخانات وهم اللي شايلين الليلة هم بالعقود مال البانزينخانات بسمهم وانت قلت ياني طلعت بس ليش طلعين البيت الزقام بنزينخانات وين هيت النظاهة النظاهة وين رأيت الوزراء وين اشلون عالية نائب برلمان يشرع قوانين اشلون يطلع بنزين خانات البيت الزقم شغل بشكل استعزاء تمام اني ما رح اقول شي بس رح اقول الهيئة النزاهة يلي نائمين يلي عالية مشمولة بالاشتثاث وعالية عليها ملفات فساد وعالية عليها بلاوي وعالية باعترافاتها هي تقول اني جنت اطلع بنزين خانات البيت الزقم وهذا اعترافها هي وتقول خلي ساندوني خليوا يوقفون ويايا ليش عافوني وعالية هي نفسها اللي النايب حسن الخفاجي او حسنين الخفاجي قال تملك خمسمائة مليون دولار واني قلت انه عندها مزرعة مالحصونة تجيب حصان عربي اصيل وتجيب فرس عربية اصيلة تزاوجهم تخليهم يزاوجون بعدين يخلفون مهر صغير بمليون دولار بشرفكم هذا قلت لو ما قلت زين النزاهة وين عالية انت تقودي للحصونة او لك شون لك عرب تقودي للحصونة بس ماكو يتجي قواجة شرفكم جيبو لي قواجة ها تقدر تجمع راسين على مخدة وحدة بمليون دولار من هي هاي عالية الوحيدة اللي سوتها جمعة تقودي للحصونة بمليون دولار خلت حصان وهي حصانة وجابه مليون دولار انطوها العالية ولما تخلص حاجتها من الحصان عالية تبيعها ايو بوخ تاخذ حصان وتشمر زمال والله عمي عالية كارثة بالقوجة كارثة ما حد نفكر بيها يجيب حصان يزاوجها لحصانة يطلع مليون دولار لخطيئة والله القواجات تعبانات اربع عشر ساعة عجيبا يطلعنا بلتي بياتات ويترجع على مد مئة دولار يا مئة دولار هاي صارف مئة ألف نزل السوق خرط عالية تخيل تقوج للحصونة وتستفاد مليون دولار على الحصان وغيرها والبيت المهم النزاهة وين عفوا الحصونة النزاهة وين مو